ذات ليلة من ليالي روما عام 1973 غادر نبيل نحاس إلى مدينة القاهرة على عجل بعد أن وبخه ضابط صهيوني محملا إياه المسؤولية عن عطرات الاحتلال في حرب تشرين بسبب إهمالها حط نحاس رحاله في مصر متعطشا لجمع المعلومات وفي طريقه نحو إعادة كسب الثقة الصهيونية به وقع ما لم يكن بحسبانه واعتقلته المخابرات المصرية من داخل شقته التي عثر فيها على كل ما يدينه من أجهزة تجسس وغيرها حينها تلقى جهاز الموساد لطمة قاسية بسقوط ورقة نبيل نحاس أحد أخطر وأبرز عملائه الذي واكب أطول فترة تجسس على مدار 13 عاما حتى هو نفسه لم يكن يتوقع الكشف عنه يوما لكنه سقط في نهاية المطاف بعد سنوات طويلة من العمالة للموساد الخيانة والجاسوسية والعمالة مصطلحات تحمل ذات المعنى والتعريف وتلتقي جميعها تحت سقف حروب الظل فالحرب التي لا تحسم بالمواجهة قد تحسم بالخيانات ولملاه وهي نفسها من غيرت في بعض أوجهها مجرى التاريخ بأكمله وكادت أن تقضي على الثورة السورية حديثا بعيد لا تختلف كثيرا عن نموذج نحاس في مصر لو لا الكشف عن أكبر مخطط أمني في الرمق الأخير يحاك لإجهاد الثورة برسم العشرات من العملاء والجواسيس ممن زعموا الولاء والانتماء لأقدس ثورة لطالما هزت كيان الغرف المظلمة ستة أشهر من التوتر في شمال غرب سوريا على هامش الهزة الأمنية وما حملته معها من سقوط فاضح للأقنعة وبهذا السقوط طويت صفحة خليط من شبكات العمالة والجاسوسية التي خسرت نفسها لحساب غيرها ممن استخدمها في سبيل خدمة مصالح رخيصة على حساب دماء وتضحيات ملايين السوريين في وقت لا تبدو فيه حروب الضل على الثورة السورية مستغربة بقدر ما هي خيار متوقع وفق مراقبين يلجأ إليه النظام وحلفائه حتى غيرهم للقضاء على ثورة بحجم وعظمة الثورة السورية التي لم تكسرها على مدار عقد ونيف من الزمن إحدى آعة الحروب في تاريخ سوريا المعاصرة